اهلا بكم مرة تانية في الماتش منورنا النجم الكبير الخلوق على مستوى اللعب وعلى مستوى التدريب الكابتن هاني العقبي منور الدين يا كابتن هاني حبيبي وحشني جدا وابقى سعيد طبعا موجودي معاك وتنالك دايما التوفير احنا بنبقى اسعد بوجودك دايما معنا يا كابتن هاني الاهلي النهاردة عادة الى طريق الانتصارات فوز مهم جدا على القطن كان متوقع الفوز لكن برضو كان منتظر مع شوية قلق من الفترة اللي فاتت عندك حق هو يعني الفترة دي بتبقى صعبة شوية على فريط النادي الاهلي بيبقى خصوصا بعد بطولة كاس العالم الأندية بيحصل دروب كده محدش بيبقى فاهمه شوية يمكن خسارة في تعادل ده اللي كان مخاوف جمهي النادي الاهلي شوية وخصوصا الماتش اللي فات كمان مع الدخلية بتلعب فريط الدخلية بلعبه عشرة وبيتعدله فكان فيه النهاردة كان قلق شوية لكن انا شايف ان فرقة النادي الاهلي محتاجة بس شوية هدوق محتاجة شوية استقرار محتاجة شوية ثبات شوية في التشكيل لان برضو التغيير الكتير في الفرقة بيفقد الفرقة على عوامل كتير حسية الماتشيات التجانس الانسجام اليقى البدنية بتختلف شوية من لعيب للعيب فبتلاقي حد بيبقى واضح ان هو عالي جدا وحد قليل شوية فبيحصل لك الدروب من الامور دي اه لازم يبقى فيه روتشن ماشي بس انت خلي بالك دلوقتي بقى يساعدك جدا قصة ان انت عندك خمس تغيرات لو كان ثلاثة دلوقتي خمسة خمسة يعني تقدر تغير تقريبا نص الفرقة اه هتشيل الجل ما بيتغيرش فبتغير نص الفرقة فتقدر ان انت تغير والماتش شغال لكن قصة ان انا كل مباراة من ماتش الماتش اه انا انا شايفها كتير شوية وممكن يبقى برضو الراجل معزور ان تقاله كده ان السنتين اللي فاتوا الناد القلي خسر الدوري وانها بشكل وحش علشان خاطر الاجهاد لعيبة ما كانش ببقى فيه روتيشن بينهم وفيش تدوير بينهم فاللعيبة كان بالتركيز على مجموعة معينة من اللعيبة فاتصابت فما قدرناش نكمل لكن في نفس الوقت انا شايف برضو لازم يبقى فيه يعني صبر سنة في قصة الروتيشن ما نفعش كل مباراة ست سبع لعيبة برا دي بالنسبالي ملاحظة ملاحظة التانية برضو اصابات كتير للعيبة حسناها صغير انا دي بالنسبالي علامة استفهام مينفعش لعيبة 24 و 25 سنة بيلعب ماتشين والثالث يتصاب ماتشين ويجيله اجهات ايه تفسيرك ليها؟ مش عارف انا بقول برضو حاجة تانية مهمة ان كورة القدم تقريبا متبقاش في الملعب بس كورة القدم برا الملعب تمام انت كلاعيب كورة في ظل هذه الدغوط كويس موقع النادي الاهلي لو انت ساكن في اكتوبر او في التجمع او في اي مكان ساعتين رايح ساعتين جاي بعد التمرين انت بتعمل ايه؟ هكتلك بيبعمل ازاي؟ نومك بيبعمل ازاي؟ لان اكيد ده بيأثر لان انا برضو استغرابي ان لعيبة صغيرة وبتتصاب والمفروض ان اكبر لعيب في الفرقة هو اكتر راح بيبزل مجود في الفرقة علي معلول؟ بالضبط تقريبا هو النادي الاهلي انا شايف كده الفترة دي وشايف ان علي معلول اكتر لعيب بيبزل مجود في الملعب بطريقة ايجابية وليس سلبية ممكن تبزل مجود كبير جدا لكن في الاخر ما فيش انتاج مظبوط علي بيبزل مجود كبير جدا وبانتاجها عالية جدا 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 والحاجة اللي انا ما اعرفش انا بس اللي شايفها ان علي وطاهر افضل من علي واحمد عبدالقادر اه حلوة النقطة دي ليه؟ ليه شايف انه السنائية على الجبهة الشمال ما بين علي وطاهر احسن من السنائية بتاعت علي وعبدالقادر اللي هو اساسي اكتر من طاهر طاهر النهاردة بيلعب لغياب عبدالقادر للاصابة مفيش انسجام شوية بين علي معلول واحمد عبدالقادر ليه؟ لان احمد لعبه على الخط زيادة على اللزوم فمفيش مساحة لعالي ان هو يعمل اوفرلاب من وراه وحتى لما علي بيلعب له الكورة كتير جدا في اوقات كتير جدا احمد بيفضل ان هو ياخد الكورة الجوة وان هو يبدأ يراوه او ان هو يسدد فالجبهة ما بتبقاش مكتملة بالضبط مع ان دي انا شايفها يعني للاهلي والزمالك كمان خصوصا النادي الاهلي ان انت صعب جدا 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 لاختراك من العمق كل الناس واقفة مستنياك واقفين مركزين في قلب الملعب علشان تضرب اي فرقة وده اللي حصل النهاردة شوف الاجوال جات منين كلها حتيها كلها من الاطراف الناس بتختارق وبتلعب كرة عرضية جول ما بتجيش جول بترجعلك بتشوتها جول بتقطع قبل الراجل بتجيب جول فانت لما احمد عم قادر بيلعب على الطرف وعلي بتحس ان الجبهة دي مش شغالة بشكل كويس فانا شايف وجهة نظري ان علي وطاهر بيبقى الانتاجية بتاعت الجبهة دي افضل بكتير جدا جدا من علي واحمد عم ايه رايك في مستوى طاهر النهاردة هايل بيقدي بشكل كويس جدا 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 كنت بعيب عليه ان الكرة بتضيع منه كتير وده مش للفرق اللي هي الكبيرة مش ميزة بتبقى عايد اه طبعا لكن لا الفترة دي واضح تركيزه واضح ان الميسباس عنده قل بشكل كبير المخاطرات اللي هو كان بيحاول يعملها عشان يباين ان هو العيب كويس قلت بشكل كبير بقى لعبه اسهل بقى لعبه مباشر عشان كده ما قدي بشكل كويس اللي دي مش بتاعته هو المخاطرات دي مش بتاعت امكانيات طاهر طاهر عنده امكانيات في اتجاه مختلف السرعات بتاعته يفرق عن اي حد لكن انت في وقت من الاوقات ساعات بتبقى عايز تباين للناس ان انت لعب كورا كويس ان انت حريف ان انت بتقدر تلعب تحت اي ضغط فساعات بتزيد منك يعني احمد عبدالله قادر محدش في مصر كلها مش مقتنع ان هو العيب كبير لكن ساعات السنة اللي هو بيزودها دي بتخلي الاداء بتاعه في الاخر يبقى سلبي مش ايجابي بمناسبة الكلام عن الاصابات النهاردة غاب محموب متولي وحسين الشحات وغيابهم مكمل من اجل المرحلة المقبلة ومش هيكونوا غالبا موجودين في مباراة الاهلي مع سانداونز ايضا المقبلة اللي هيكون قبلها مباراة المقاولون العرب احمد عبدالقادر وعمر السلية لسه موقفهم لم يتحدد من مواجهة سانداونز اللي الاهلي عايز فيها تكتمل صفوفه من اجل المواجهة كهرباء بيتجهز دلوقتي بسبب اجهاد الضمة لمباراة سانداونز وبالتالي غالبا مش هيكون موجود في مباراة المقاولين العرب خارد عبدالفتاح محاولات لان يلحق بلقاء سانداونز وبدأ بالفعل برنامج التأهيل بتاعه لكن لسه ما تحددش من مواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء ماتش المقاولين ده هرجع لماتش طبعا القطن الكاميروني تاني لكن ماتش المقاولين ده يفكر فيه ازاي كولر بعيدا عن الراجل زي ما بتقول كل ماتش بيعمل سبع تغييرات بس هل يبقى مركز قوي في مباراة سانداونز وهو بيحط تشكيلة وتبديلات ماتش المقاولين أولا لازم كل الاتحاء الفريق المقاولين والفريق والكابتن طبعا شوقي غريب السنة دي بصراحة مفاجأة بالنسبة لي يعني ما كانتش من الفرق المصنفة اللي هي هتبقى موجودة في رابع وخامس وفي مقدمة الجدول يعني لكن الكابتن شوقي عامل توليفة هيلة لعيبة صغار السن مع لعيبة عندها خبرات بصراحة مقادي بشكل كويس جدا بص لازم تفصل لان انت هتكلم الكلام اللي هو كل الناس هتقوله لكن الكلام اللي هيبقى في المرعب هيبقى مختلف شوي الكلام النظري اللي كل الناس هتقعد تقوله ان دي بتقوله ودي بتقوله ولازم افصل ولازم ان انا تفكيري يبقى هنا في الدوري ولما خلص الدوري مباراة القادمة هي اهم المباراة اللي احنا داخلين نلعبها دي اهم المباراة في الموسم ده التفكير للنظر لكن العملي انت وانت هتبقى في ماتش الموالين بتفكر في سانداونز خصوصا مباراة تقيلة وصعبة وحتسافر بعد المباراة على طول عشان تروح تلعب مع فرقة ركبك نفسيا ممكن فرقة محترمة وفرقة كويسة هاي لو عندهم مكانيات كمان كويسة وبيشتروا زي ما بقول اللي يناسبهم فنيا واللي يناسب طريقة لعبهم برغم ان بجيبوا ناس مغمورة لكن لعيبة كويسة فغصبا عنك هكون بتفكر فيها طيب ايه الحل الحل ان انا لازم العب ده ما بقولك بقوة ضربة ان انا في بداية الشوت احاول ان انا انهي نبارا على قد ما اقدر والما تشغل لازم اريح ولازم اطلع الناس بقى عندك دلوقتي بدأت تخلق بدايل كويسة مرون بيقدي بشكل كويس النهاردة رقفة خليل رقفة خليل هايل قد بشكل كويس كوكا بيقدي معاك كمان بشكل كويس كندوس بيقدي بشكل كويس فبقى عندك لعيبة كتير تقدر ان انت تغير منهم شوية بقولكش اخسر لكن بقولك مش دي يعني المباراة دي لو انت مثلا اتعادلت انت بخسرتش الدوري لكن المباراة اللي بعدها لو خسرت دخلت نفسك في مشكلة خطر بالضبط فهي انت عايز تكسب الماتشين مفهوم اكيد لكن برضو اللعيبة اللي اتكلمت عليهم سواء كوكا او رقفة جايين من بعيد قوي وبالتالي البداية بقيهم خطر قدام الموين العرب هل نتائج اللي بيلحقوك في الدوري زي الزمالك وبرامدزو فيوتشر تخليك تعمل دا وانت مش قلقان مريحك شوي لان لو كان حد كسب منهم الماتشات اللي فاتت كان عمل لك مشكلة فيوتشر اتعادل بيرامدزو زمالك اتعادله فلسه عندك خصوصا ان انت لعب 17 مباراة بس وفي حوالي ما تشين تلاتة فرق بينك وبين اللي قدامك لكن انا مش يعني معاش كيف بقولك التعادل انت مخصدش الدوري لكن نتيجة سلبية في سونداونز لأ تعمل لك مشكلة وممكن تخرج برطوط افريقي اللي انت عايز تكمل فيها ايهما اهم الدوري ولا افريقي الاتنين ده كده كده اه طبعا الاتنين بالنسبة للنادي الاهلي في ترتيب اولياتك خسران دوري بقى لك سنتين فمفيش حد حيستعمل ان تخسر التالت وفي نفس الوقت افريقيا اللي بالنسبة لك اللي بتجيب لك الفلوس وبتجيب لك الاعلانات وبتجيب لك الرعاة وهي اللي بتخلي اسمك يبقى في العالم كله فما ينفعش ان انت تضحي بواحدة فيهم صعب اولوياتك انت ايه اللي مش هينفع افرط فيها انا عايز الاتنين بس مش هينفع افرط في واحدة منهم خالص السنة دي الدوري عشان بطولتين ورا بعض غياب ولو خصل التالت هتبقى صعبة جدا لعناد الاهل والاهل يعتبر بنسبة كم في المية حسنا المسابعة الاهل انا من قبل السنة ما تبدأ توقع ان الاهل هيحسم الدوري قبلها باربع اسابيع قبل السنة ما تبدأ اه طبع اربع اسابيع مزادوش ممكن ممكن لان خلي بالك اللي تحتك برضو هيبقى عندهم المشكلة اللي انت فيها يعني قصة ان فيوتشر وبرامدز هيعودوا برضو لعبوا ماتشهاد كتير ونفس الاجهاد ده برضو هتحصل مشاكل كتير بالنسبة لهم بصورة ان هم مش هيبقوا متعودين على الكلام ده ماتش المقاولين علي معلول يعد دكة ولا يبدأ اساسي لا يعد يعد مهما كانت قوة الجبهة اليمين بتاعت المقاولين دي اللي بيس الستروزة بيلعب فيها كوينج باك ناحية اليمين بس يعد ويبقى معايا موجود لان ما زي ما بقولك انا ماتش ساندونز ده بالنسبة لي هو الاهم 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 صح فما ينفعش تهلكه يعني انت كده يعني ايه لا يعني حتى النهارده ولماتشغال عمال اقول خلاص يعني طلع الناس طلع علي طلع طاهر يعني مش عايزين لي صمت تاني يعني طلع الناس اللي بزلت موجود كبير وهو اظن ان هو رجل يعني اكيد بتختلف معاه في الاخر لان احنا برضو مش عايشين معاه هو اقرب للعيبة وعيش معاهم وعارف ظروفهم ايه فطبيعي ان انت تختلف مش بتختلف ان انت نقد لا بتقول ان التغيير ده اتأخر شوية لا التغيير ده بس اكيد انا انا متأكد ان هو حساباته مفهوم ممكن تبقى مختلف عننا برونو سابيو النهارده كان موجود في القايمة لكن ما اشتركش حتى كبديل وتسأل عليه قال انه لسه راجع من اصابة كنت بحضر ان احتماله واحتاجته لعبه اخر ربع ساعة لكن ظروف المباراة خلتني ما غامرش به مقتنع بالتصريحات دي مقتنع لان هو شايف اللي جاي فهو برضو مش عايز يفقد اللعيب يعني لسه راجع من اصابة فممكن يلعب خلي بالك برضو هو ما لعبش رده فارقة برضو كتير وفي الاسلوب واللعب وطريقة اللعب انت شفت النهارده فيه دخلات يعني لو فيه فار كان ممكن ناس كتير كانت تضطر دي فلا انا معاه وهو واضح ان هو بيعرف تعامل مع اللعيبة وبيعرف يطلع منهم اللي هو عايزه لو بيعرف يتعامل مع اللعيبة بتوصف ازاي تعامله مع ايمن اشرف بص برضو خلي بالك انا سمعتك اذا مر بتكلم عنه كويس جدا وقال انه عائد من اصابة لكن ايمن بحسب معلوماتنا مش مصاب ممكن مش مصاب لكن اللي موجودين اجهز واللي موجودين هما اللي يلعبوا كويس خلي بالك هو ما فيش مشكه هو مش مصري لو مصري حقولك بيحبه ويكره تمام مفهول بسيطة لكن هو مش مصري هو اللي هيكسبه حيلعبه كويس فممكن يبقى الاصابة طولت شوية اخدت وقت ساعات اللعيب بيبقى الآن بعد الاصابة خصوصا لو بتاخد وقت طويل انزل اتعور فممكن في التمرين يبقى تمريني هادي شوية لغاية ما بدأ اخد ثقة في نفسي فاكيد لو هو جاهز حيلعبه لكن لو مش جاهز ما ظنش ان هو هيجازب بي وانا شخصيا يعني وجهة نظري ممكن تتطفق او تختلف معاها ان ايمن اشرف مساك يلعبها في وقت الزنق تمام لكن ما ينفعش ان يبقى ده مكانه الاساسي ظاهير ايسر هو مكانه طبعا طب علي معلول اللي انت بتحاول تريحه قدامك ايمن اشرف قدامك محمد اشرف ورقفة خليل هيبقى ايمن اشرف التالت اللي هو بلا وجود واللي هتحطه ضمن الاختيارات بتاعتك انا كنت تفضل يبقى محمد شوكري اللي في سيراميك ليوباترا اه انا شايف ان هو ده البديل المثالي العلي معلول ومن زمان عنده هامش من التطور يعني طبعا طبعا لان لاحظته كتير وشفته كتير وتبعته بشكل مخصوص يعني 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 لعبت سموحة السلفات مرتين ماتش ويديو ماتش في الكاس لا 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 حاجة 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 هاي لا وظن مقادي السنة دي كمان موسم كويس قوي مع سيراميك كنت تتمنى ان هو اللي يبقى بديل لعلي معلول لكن ده ما هو مش موجود هيبقى محمد اشرف نموا واحد ورقفة خليل نموا اثنين لكن ايمن اشرف بسبب الاصابة او بعده فترة طويلة قوي على الملاعب هو التلتية شكري عنده شخصية الاهلي تقيل في الملاعب بغض نظر عن الامكانيات اللي بيقدمها بسألك ابن الاهلي ابن الاهلي اللي تربى في جوه الناد الاهلي هيكتسب حياتك كتير جدا 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 بعد كده تساعده في اللعب بتتعلم من وانت صغير في مسلمات جوه الناد الاهلي كده وانت عائل صغير فيش حاجة اسمها تعادل لازم تكسب انت تمثلش نفسك تمثل الناد الاهلي لما تبقى في مباراة سيء في الكرة اجري كتير وموت نفسك علشان تبقى كويس مفيش حاجة اسمها خصمة افضل مني مفيش حاجة اسمها ان انت تتغلب المورسات اللي انت بتاخدها جوه الناد الاهلي وانت عائل صغير دي دي بتفضل مرتبطة معك طول عمرك قبل ما اروح للزمالك يهمني جدا اسمع رأيك في الاحداث المتلاحقة في الزمالك تحديدة من الناحية الفنية الاول هقول سؤال مين افضل الاندية اللي عجباه في الدورة السنية دي فرق فيوتشر ايوه نمر واحد طبعا غير الاهلي يعني اكيد الاهلي لكن فيوتشر نمر واحد لان اكتر فرقة عندها سبات في المستوى ومنظمة قوي جدا علي مهر ما شاء الله عامل شغل كبير جدا 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 معها مبارح فيه كرة عامل هو قدام الاسماعيلي اربع مرات بالكرة العالية اللي العيب يروح سندها الواحد جاي من وراء وان تري كده تعملت اربع مرات وفي الاربع مرات هددت مرمى الاسماعيلي فالفرقة فعلا فاهمين بعض ومتحفظين جمل يعني هو ده اسلوب عالي هو بيحفظ ما بيسبش الامور للظروف يعني فانا وجهة نظر شخصية فيوتشون نمر واحد برامز الفترة الاخيرة ما بتشيكوا بدأ الدنيا تتظبر بشكل كبير جدا 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 جوا الملعب وفارق طبعا معهم جدا 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 زي ما سمعتك عبدالله سعيد انا وجهة نظري من افضل اللعيبة اللي موجودة في مصر حاليا الفترة دي برغم كبر سنه لكن محفظ على نفسه وبيتمرن ومركز وما فيه الصهر وما فيه خروج وما فيه حفلات وما فيه برامج ولا فيه حاجة فعلشان كده مركز جدا شكا بقولك كورت القدم بره الملعب اكتر من جوه الملعب نظبوط فلو شفت سنه لو ما تعرفش السن وجدت واحد اتفرج عليش ممكن يقول ان ده 38 سنة ابدا يعني ربنا طبعا يبعد عنه شر الاصابة يعني ويوفاو فانا شايف ان فيوتشر وبعد كده بيرامجز الفترة اخيرة ماشي بشكل كويس يعني سراميكا بدأ يفوق وبدأ يمشي كويس سبوحة بدأ يفوق وبدأ يمشي كويس يعني كتشوق غريب عامل السنة دي مستوى برضو محترم صراحة بمناسبة اللي بيركزوا بره الملعب زي ما بيركزوا جوه الملعب فاكبر مثال مصري على التركيز خارج وداخل الملعب هو نجمينة محمد صلاح اللي على بعد هدفين فقط من ان يصبح الهداف التاريخي لليبر بول على مستوى بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بتسجيل حتى الان 127 هدف نقص له جولين عشان يتساوى مع روبي بل عشان ينفرد مع روبي فاولر نجم الهجوم المسجل 128 لكن صلاح مسجلهم في 204 ماتشات اما فاولر مسجلهم في 266 مباراة ده جالي ان صلاح كمان صانع خمسة وخمسين هدف اما فاولر فا صانع 29 هدفا الاسطورة المصرية صلاح كان ليه تصريحات النهاردة كانت كابتاني قال لا احزن مما يحدث في اي موسم المهم هو ان اقدم المطلوب مني داخل وخارج الملعب وفي التدريبات اذا احسست بالتقصير سأشير الى اخطائي واحاول اصلاحها في بعض الاوقات لا تمنحك الكرة ما تريد الاهم هو ان نفوز ونسجل الاهداف وقتها ساكون سعيدا تسجيل 20 هدفا في موسم ليس الافضل بالنسبة للفريق لا اهتم بما يقال عني اعلم ما اريد وكيف اتدرب وفي كل مرة تنظر على ارقامي ستجدها جيدة متبقي 14 او 15 مباراة في الموسم وسجلت 20 هدفا وصنعت اهدافا كثيرة ايضا لذلك لا اهتم بما يقال عني معادلة رقم فولر امام منشستر يونيتد الهدف التاريخي للريدز في الدوري سيكون شعورا خاصا للغاية هذا الرقم من الاهم الارقام بالنسبة لي ان لم يكن الاهم لانه له علاقة بتاريخ النادي في اول موسم لي قلت بان هذا الرقم هو هدفي والوصول له في ستة مواسم شيء رائع للغاية وامام منشستر بالتحديد سيكون له شعور خاص مش كل لعيبة الكرة ومش كل المدربين بتعرف تتكلم في ناس لما بتتكلم دقيقتين بتتولع الدنيا شهور صراح مش منهم لا مش منهم صراح مركز صراح فاهم هو بيقول ايه بيوجه رسالة لنفسه بيوجه رسالة للناس بيوجه رسالة لمنتقدينه اللي الناس كمان بتنتقده بيوجه رسالة لجماهيره وجماهير ليفربول كمان كويس بيكلم بمنتهى الاحترام على حتى الناس اللي بتنتقده فالكلام انت لو رجعت تاني كده هتلاقي كلام مرتب وكلام مظبوط وكلام عائل وكلام هادي ما قالش انا وانا 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 لا بالعكس ده هو الرجل بيتكلم على اللي هو عمله وحلمه اللي هو كان عايز يوصله وشعوره الخاص وان هو اللي يتكلم يتكلم واللي ينتقد ينتقد لكن الرجل مركز في التدريبات بيعالج اخطاءه بيشوف بيتفرج بيسمع وهو ده الصح الافلة دي هي من اسباب النجاح يعني ماينفعش ان انت تبقى ليه النهار على السوشال ميديا وطول النهار بتتكلم وتصرحات ماهو ده كله هياخد من وقت بتركيزك انا دايما بقعد اقولي نفس الكلمة والله يبقى اكررها لأي العيد كرة بتفرج عندك 24 ساعة في اليوم في الملعب انت بتعودش اكتر من ساعتين لو انت معيشتش اللي 22 ساعة علشان خاطر ساعتين الملعب بيش تبقى ليس كويس لكن الناس بقى بتعيش الساعتين في الملعب علشان يخرج بالملعب يعيش ل22 ساعة بعده صهر وخروج وسوشال ميديا وانترنت وفيسبوك وتويتر وكل الكلام ده طب انت رجعت نفسك انت بتشوف نفسك انت شفت اخطائك ايه مين بيرجع يتفرج على الماتش تاني ويشوف هو غلط في ايه عشان كده بقول حتى احنا التقييم بالنسبة لنا في مصر غلط احنا بنقيم باللقطة مش تقييم موضوعي بمناسبة المحترفين في الخارج النيني قريب من ان ياخد الدوري مع ارسنل انا قمت كويس وماتش كانت اتنين اتنين فقمت عشان اجهز كده فليت ابني بيسرع فافتكرت الالي جاب جون التالت فطلعت اجرع على التلفزيون فبقول له ايه قال لي لا ده لسه ده بيشترين ده الارسنل جاب التالت فقلته انت فرحان كده قال لي بصراع شا محمد النيني عشان الفرقة دي بقى تستاهل بقى لها سنين وياه فرقة كمان بتقدم كرة حلوة قوي استنادي ومبسوطين مع بعض وبيحبوا بعض كل عناصر الفرقة اللي لازم تاخد بطولة تاني كده سمعني بيحبوا بعض طبعا صح كرة القدم لسه بنتكلم دلوقتي انا محمد جلال برا بقول له هي قطين القطين دول مزبوطين صح الفرقة هتبقى زي الفل صح قط اللبس بتاعت اللعيبة وقط اللبس بتاعت الجهاز اه لو فيهم واحدة مولعة عمرك في الملعب ما هتكسب حلوة قوي لان دا هيودينا للزمالك اللي واضح ان القطين فيهم مشاكل اه طبعا ايه مشكلة الزمالك بص انا عايز برضو اقول حاجة للناس حركة اللي انتو بتشوفوه في الآخر ده في التسعين ديه ده نهاية الكتاب لكن فيه صفحات كتير قبل التسعين ديه دي قط اللبسة عاملة ازاي العلاقة بين اللعيبة عاملة ازاي العلاقة بين اللاعيبة والجهاز الفني عاملة ازاي العلاقة بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة عاملة ازاي العلاقة بين الجهاز والإعلام الإعلام ومجلس الإدارة كل الأمور دي كل ما المشاكل بتكتر كل ما ده بيأثر في الملعب قوع تفتكر عندما ببقاش لين عكاس في الملعب يقول لك أصدوا اللعيبة محترفة لأ انت لو رايح شغلك وعندك مشكلة في البيت هتأثر عليه انت لو طالع النهاردة وانت في حاجة دماغك مشغولة بش تبقى مركز ده طبيعي لان احنا بني قدمين احنا ناس لعيب الكورة ما هوش نازل من السماء ملاك فهو بيضعف يفصل لأ الناس دي كلها بتتأثر بالمشاكل ليفربول بيتأثر بالإصابات وبتأثر بمشاكل ممكن تحصل شيلسي وقت من الأوقات الفرقة وقعت علشان رئيس النادي ما كانوش مش عارف ايه والدنيا ايه بالضبط لكن أنا قصدي الناس بتتأثر ما تقوليش هزدول محترفين لأ ده في الآخر بشر المشاكل الكتير بتأثر على فرقة الكورة ودايما بقول الفرقة الكويسة مش أحسن جهاز ولا أحسن لعيبة ولا أحسن مجلس إدارة فرقة كويسة اللي أقل مشاكل اللي المشاكل بتأتيها بتبقى قليلة وبتخلص بسرعة وما بتسيبش عصر اللي واضح في الزمالك واللي أنا شايفه إن لأ المشاكل كتير برا سواء بقى في قطة اللبس سواء في الجهاز التناغم وعدم التناغم والدنيا ماشي ازاي والكلام إن لأ ده الرجل متجاهل الجهاز المعاون قبل المباراة والجهاز بتضحك والمباراة شغالة ولعيبة بتحس إن الدنيا مش ماشية مع بعض أنا أكيد في أسباب كتير بس أنا كنت بقلت وقلت من فترة كبيرة تجديد زيزو في الوقت ده وبالمبلغ ده هيعمل مشاكل كتير نات زملك كان إيه اللي المفروض يعملوا الزمالك أنت كنت بين نارين لو ما جددتش بالمبلغ ده حيمشي ويخرج لكن لما أنت جددت له بالمبلغ ده أنت فتحت الباب بعد كده لأي حد عايز يجدد لازم يبقى بالمبلغ ده مش هيقبل بقى أقل المبلغ ده فاضطريت إن أنت تضحي بلعيب مهم جدا جدا عندك عشان مش قد تقدر تديره زي ما ديت لزيزو ماشيت إمام عشور في وقت حساس جدا 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 وهو من أفضل لعيبة اللي موجودة حاليا في مصر لأن انت مش هتقدر تفتح الباب ده تاين فالمشاكل الكتير طبعا في مجلس الإدارة رئيس النادي كل ده مؤثر على الفرقة لأن دول بشر في الآخر ما ينفعش هما مش ملايكة مظبوط فبيتأثروا فبيبان في الملعب عدم التركيز شوية بيكون دول الكابتن إيه في أوقات زي دي؟ بتكلم إيه على واحد بإسم وتأثير شيكابالا ساعات في أوقات اللعيبة الكبار بيبقوا جزء من المشكلة ساعات في أوقات بمعنى؟ بمعنى إن اللعيبة الكبار بيبقى لهم موجهات نظر ساعات مختلفة يعني ممكن يبقى مش جاهز فنيا بساعات دلعب فلو ملعبتش بتبقى فيها مشكلة في أوقات كتير مش بكلمة لعنات زماني التحديد بتكلم عموما اللعيبة الكبار التعامل معهم ساعات بيبقى بوضع خاص شوية لكن ساعات بيبقوا مصدر إن هم عدم استقرار الفرقة ساعات بيبقى من اللعيبة الكبار اللعيبة الكبار في نادي الأهلي نادي زمالك مش شارع بتتحط دي مواقف صح ودي قرارات صح أنا شخصيا لما بمسك فرقة أنا كابت الفرقة بالنسبالي أنا بقول له أنت معي في الجهاز أنت الرابع بتاعي أنا مش قاعد معك فوقت اللبس لكن مشوفت أي تجاوز تعال أقول لي فلان موقوف هوقفه مش عايز أعرف ليه فلان مخصوم منه مش عايز أعرف ليه أنت صاحب القرار فأوقات لازم اللعيبة الكبار مش بس أنا كابتل الفرقة إسما لا أنا كابتل الفرقة يعني أنا بجرد يعني أنا لازم أتدخل في أوقات حاسمة لازم لو شايف إن فيه تسيب أو فيه دلع أو فيه أو فيه أو فيه لازم يبق لي موقف حاسم علشان خاطر في الآخر إذا تكلم على مصلحة نادي مش مصلحة فرقة بس ولعيد كرة أنا بشوف إن شيكابالا حاجة من الاتنين دلوقتي إما فاقد للشغف بتاع أن إحنا إزاي أفوق ككابتن أفوق الفرقة في الوقت اللي هم وقعين فيه أو فاقد للتأثير فاقد جزء كبير من قدرته على التأثير اللي هي قدرة معتادة في شخصية شيكابال التأثير ده ليه شقين جوه الملعب وبرا الملعب ممكن تبقى جوه الملعب السن كبر شوية المجهود بيقل وده طبيعي بحكم السن لكن لازم يبقى دورك برا الملعب أكتر من جوه الملعب أنا بتكلم فيه التأثير اللي برا الملعب لازم يبقى ليبقى أكوى من كده ولازم يبقى أكتر من كده أنا عاشرته وشفت فرقة النادل أهلي مثلا كان كابتن شو بير عزومة عنده مش عارف كابتن حسام كابتن إبراهيم كابتن قصامة عرابي الحاجات دي دايما بتلم الفرقة دايما بتحسس الفرقة أن هي قريبة مش لازم يعني إحنا أنا أفتكر مثلا الصالة اللي أنا كنت موجود فيها في النادل أهلي الفريق الأول كان فريق الأحلام في النادل زمالك وكان متقدم علينا تقريبا طول الدوري وفي الآخر احنا خدنا الدوري محاضرة بتبقى مش عايز يوميا يوم المباراة الناس اللي موجودة ملاش علاقة بالجهاز الفني اللعيبة وهناف ازاي وهنتحرك ازاي وهنعمل ايه وعندهم فلان وعندهم فلان فدور دايما اللعيبة الكبار بيبقى مهم جدا في الأوقات الحسمة دي بعيدا عن الشارة عن اللي لابس الشارة دلوقتي او الشارة اللي ملبوسة يعني مين من الأهلي وفي الزمالك ترى انه يمتلك صفات القيادة النادل أهلي فيه طبعا الشنوية هو كابتل الفرقة لكن عمر السلية برضه قائد جوه الملعب واللعيبة بتحبه وتسمع كلامه بشكل كبير جدا لما كانت متواجد في الملعب انا بحس بالفرق محمد عبدالشافي في نادل زمالك دوره مهم جدا لانه العيبة بتحبه وتسمع كلامه بعد محمد عبدالشافي انا انا اشوف لو انا ممكن ادي لحد شارة الكابتنة اديها لزيزو زيزو اه ليه؟ عنده حماس وعنده روح وعنده قلب وعنده شغف بقى وعرفه وإصرار وعزيمة فالحاجات دي بتبقى مهمة لقائد الملعب انه هو يحمس اللعيبة انه هو يتكلم معهم انه هو يوصلهم لمرحلة عليها هل الزمالك مبارح زي ما قال فريرة استعد بعضا من الثقة المفقودة قبل ماتش الترجي؟ لو كان كسب كان ممكن لكن طبعا يعني فرقة الترجي فرقة تقيلة وفرقة صعبة وفرقة عندها مدرب كبير وعندها لعيبة كبار وبيعرفه يعني دايما بقول فرقة شمال افريقيا بتعرف تلعب اللعبة المصريين سواء اهلي او زمالك او منتخب مصر بيعرف يضغط عليك بيعرف ينرفزك بيعرف خراك برا شعورك بيعرف يكبرك ان انت تلعب بطريقة لعب انت مش عايزها فدايما هما بيعتمدوا على الاسلوب ده في اللعبة ازاي خراك برا تركيزك ازاي خليك مش في الملعب فديما بتحتاج خبرات شوية كتير علشان تعرف تواجهها يعني لكن طبعا لا انا شايف فرقة ترجي فرقة طبعا محترمة يبقى ماش صعبة علينا الزمالك الزمالك عنده مشكلة في مص الملعب واضحة عنده مشكلة في حياة كتير ان انت الناس حتى اللي مشت اللي جم المستوى لسه بعيد وحتى الناس اللي جات في يناير لسه محتاجين شوية علشان يخشوا يعني عادة لما بييجي لعيبة جديدة على فرقة المفروض الناس القدام هما اللي شيلوا الجداد لكن انت القدام اصلا الامور مش ماشي معهم بشكل كويس فالجداد مش حيلاقي حد يشيله اه بيحاولوا يقدوا بيحاولوا ان هما لعيبة كويسة حدش يقدر ينكر لكن الحالة اللي فيها الفرقة ممكن تساعد حد ييجي وممكن ما تساعدوش فعلشان كده زمالك عنده شوية لخبطة في الفرقة منتخب الشباب ودع بطولة افريقيا من هنا في مصر وتأهل عن قارة افريقيا من مصر السنجال وجنبيا ونيجيريا والعربي الشقيق المنتخب التونسي اللي هيلعبوا بعض في السيمي فاينال والفاينال لتحديد بطل البطولة اللي بتستضيفها مصر وادورها النهائية في بطولة امام افريقيا في استاد القاهرة شايف ايه اسباب التوديع وكيف ترى اداء اتحاد الكرة في تطوير الكرة المصرية بصوا ما هو ده مش اول منتخب يخسر خلينا نبقى يعني واقعيين يعني يعني احنا بقالنا فترة كبيرة الامور مش مظبوطة الاختيارات بتبقى يعني معرفش ازاي لكن الكلام ده مش من امبارح الكلام ده احنا بقالنا سنين اعمالين بنخسر 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 ومغمضين عينينا وكل شوية جهاز جديد ومنتخب جديد واحنا ما احدش فاهم هو الجهاز ده جي ازاي وجي منين وجي امتى افترابنا الشديد طبعا لكل كابغتنا ومدربنا لكن في الاخر حتى الجهاز اللي انت بتختاره ما فيهوش تناغل ما فيهوش حتى ناس اشتغلت مع بعض وعرفة بعض وقريبة لا هي توزنات واحد اهلي واحد زمالك واحد صعيد واحد بحري واحد قبلي فالموضوع مش مدروس علشان كده انا ما بلوم شهرات صغيرين ولا بلوم اللعيبة فلوم صاحب الاختيارات اللوم اللي هو سكت اللي هو ما تدخلش اللي هو ما تكلمش للأسف شديد يعني اتمنى حتى الاجتماع اللي تقال حيتعمل الناس ما راحتش فهو القصة عارف بقت معروفة شوية انت بتقفل التليفون يومين ثلاثة وعلى كان الناس بتنسى وبنتشغله بالاهل والزمالك او بأي حاجة وبعد كده الدنيا بتمشي والامور بتمشي وخلاص وكل الناس بتنسى عندنا ماتشين زنبيا امتخب الأوليمبي مؤهلين لأفريقيا المؤهلة لأوليمبياد باريس والله يبص ربنا يستر انا انا يعني مش هقول لك مش متفائل لكن هقول لك اللعيب تنسى القوليمبي تقريبا اغلبهم بلعبش برضو فانت عندك مشكلة بس بيلعبوا اكتر من منتخب الشباب اكتر شوية بس مش بالصفة دايما ومالصفة مستديمة لكن اديك شايف الولاد الشباب اللي بيلعبوا عاملين ازاي بره مش احنا يعني فاهم سواء تونس او السنغال او 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 لا الفرق الفرق بقى كبير فانت رايح فين وانت جايب لمبارح الكونجو اللعيب اللي سجل الهاتريك اللي اسمه باسينجا ده التالت جوان تقول ان ده ده لعيب جامد جدا ده عنده 19 سنة بيلعب في فريق ديابل نوارغ اللي بيلعب في الكونفيدرالية الجن الاولاني بالكعب كرة اصلا صعبة جدا مزنوقة عرضية بعد ما واحد رقص اتنين من تونس وعمال عرضية عبية بالكعب وهي عالية الهدف التاني انفرد من لمسة واحدة وقع جسمه مش معدول الجن طالع عليه نروح لعيبة في الزاوية البعيدة جدا التالت بينلتي في الدقايق الاخيرة من المية وعشرين دي في ثقف الشبكة اللعيب تحس انه خبرة واحد السؤال بقى احنا فين صح عنديث الاهلي والزمالك وبرامدز وفيوتشر والاسماعيلي والمقاولين والمحلة ما احنا عملين بنجيب في لعيبة والمصري والاتعاد عملين بنجيب بلعيبة بملايين وفي الاخر المصري بيطلع افضل منهم بكتير عارف يا كابتن وانا بختن بقى خلاص المنتخب الشباب ده في معسكره حصل ايه؟ حصل كمية قصص كل واحدة في يوم لوحدها صلم تخلينا نخرج من البطولة قبل ما نبدأها طبعا ده من ضمن القصص انه رئيس الاتحاد المصري لكرة القادة مستوى الجمال العالم اجتمع باللاعبين قال لهم ايه مشكلتكم قال لهم مش مبسوطين من الجهاز اداء وحش قال لهم طب يكسبوا بس ماتش السنغال ونعدي وهيمشي ده قبل ماتش السنغال طب ازاي اللعيبة هتكسب ماتش السنغال وهتسمع كلامي المدير الفني بالجهاز ازاي؟ يعني يعني يا جماعة ده غير انه احمد نادر السيد عشان ما كانش بيلعب قال للمنتخب انا واحد محترف اروح لفريقي اقول لهم ان انا بقعد دكة للمنتخب ده عدم احترافية فما ينفعش فاتخانق معاهم وعبد الرحمن الرشدان وقصته مع الجهاز المعاون لما حصل يعني تعدي من هنا فرد من هنا ودي مشكلة قائمة في النادي الاهلي وقعدت حزبا عليهم وبعد ماتش السنغال واخناقه مع الكابتن كرم مورسي والكابتن محمود جابر كان عايز يمشي قبل ماتش الموزنبيق بس قلق علشان ما يبقاش الموضوع شبه قصة عمر وردة والازمة اللي حصلت حوالي منتخب مصر الاول في بطولة قمم افريقيا 2019 ده غير ان اللي رفض كان استوز جمال علام ده غير ان احمد شريف حصل مشكلة ما بينهم وبين ما بينه وما بين الجهاز الفني بسبب ان هما شافوا انه متعالي وانه عايز يتعامل باعتبار انه هو الاكثر مشاركة في الدوري فيبقى واخد حق الكلام يتعامل بحسب الجهاز الفني معاملة محمد صلاح ده غير ده غير ده غير كل ده حصل في معسكر منتخب في بطولة واحدة بنستضيفها فكان طبيعي انه مع كل الخلافات دي وعدم اقتناع ده بدا وعدم سيطرة ده على ده انه تبقى دي النتيجة وبالتالي هنرجع لللي قلته يا كابتن هاني وهو الاختيارات وتنفيذ الخطط سواء على مستوى الاجهزة الفنية او الاجيال وتنشيئتها صف اعمل دعايا لنفسي فضل ابقى شوف انا لسه كاتب وقالي لدي العيش لخبازه ابقى شوف على الفيسبوك طب قوله دلوقتي وإحنا بنختم ادي العيش لخبازه ماينفعش فقر الشريء لا يعطيه لازم ابقى علشان ابقى انا متولي منصب اكون انا مارست وعرفت وشفت علشان خاطر لما اكلم لعيب ابقى فاهم احساس اللعيب لما اكلم مدرب ابقى فاهم احساس المدرب لما اتعامل مع منظومة اعلامية او 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 اكون عشت الاجواء دي فهعرف اتعامل وهعرف ااخد قرارات وهعرف اقيم كويس وهعرف اختار صح لان انا عشت في قلب المجال مجيتش من بره دخلت بقيت موجود والمفروض ان انا مسؤول كابتن هاني العقبي نجم الكرة المصرية نورتني وشرفتني حبيبي در السعيد جدا موجودي معاك واتمنى لك طبعا التوفيق وبشكر كل فري العمل ودايما موفقين شكرا كابتن هاني نورتنا وانتو كمان كالعادة نورتونا في بداية اسبوعنا من الماتش غدا بازن الله لقاء جديد فتحياتكم لفري العمل وتحياتي هاني حتحوت الى اللقاء اشتركوا في القناة